اشتركوا في القناة بالفعل وبدين خطوات التنفيذ علشان تسليل هذه الاصول في خلال الفترة دي بصوا بقى زي ما نقولت ضفطنا العزيزة هي عزيزة جدا في الظهور تكاد لها تظهر على الشاشات دكتور نيفين الطهري وهي اسم غني عن التعريف وعضو مجلس النواب طبعا وعضو مجلس قدارة صندوق مصر السيادي وزي قلت لك لو عادت صارت السيفي هنخلص الحلقة فانا عاوز ارحب جدا بدكتور نيفين مع النور انا نور نوركو والله ازاي الصحة كله تمام؟ كله مية مية دلوقتي انا اوان الكلام الجد في ظل ازمة اقتصادية وصفة عاتية زي مصفة دكتور مصفة مدولي هي الاعنف والاصعب يمكن من 1929 فبعض التأديرات تبقى برضو رئيس الوزراء بعد الحرب العالمية التانية سؤال سيادتك شفتي هذا المؤتمر في اي اطار عشان ليجي حدا يقولي يا عام موسيقى بتبالغ فانا مش هكلم لا الحقيقة هو زي ما بيقوله في الجون طب الحمد لله جبنا جون يعني التوقيت بتاعه اولا يعني موفق جدا واحنا سمعنا يعني هو زي ما تقول بعد الاحداث يعني هو فيه شغل كتير عمال بيتعمل لكن هو مش ظاهر والنهاردة المؤتمر لم حاجات كتير قوي قوي بيتساءل فيها ناس كتير قوي وفي نفس الوقت ما هياش ملمومة تحت اطار واحد عرف زي ما دايما نقول انا دايما نقول هو فين الماكرو احنا دايما بنتكلم على المايكرو مايكرو مايكرو فالنهاردة الرئيس لما فخامة الرئيس لما تكلم وقال التلاتاشر باند بتاعه خمسة منهم في الاقتصاد مية في المية اللي النهاردة لما تسمعوا هو بيتكلم فيهم هو بيشرحهم وبيقول ان احنا لسه حنكمل في ان احنا نقول ازاي حنعمل ده ويمكن هي كلمة ازاي دي هي اهم حاجة فيها مرضة الفرص بالزبط كتير يعني احنا ممكن نتكلم كتير وبنسمع حاجات كتير لكن مفيش انك مقاعد كل اللجنة الاقتصادية وكل من هما اقتصاديين وبتقول احنا بنتكلم بصوت واحد وان احنا كل ثلاثة شهر هنتقابل علشان هنتحكى بهذه المصداقية بمعنى انه هنتحسب فاحنا كل ثلاثة شهر هنقعد القعدة دي ترانسبرانت منتهى الشفافية منتهى الشفافية اللي هيسأل هيسأل واحنا سمعنا كتير من الاسئلة النهاردة في منها صعب طبعا ودي اول مواجهة اللي انا متخيلة ان كمان ثلاثة شهر بقى هبتدي الحساب بجد يبقى في اسئلة اكتر بتقولتو كزا بالزبط كده فانا بتاهلي ان يعني انا طبع يعني بعد ما سمعت النهاردة المؤتمر كله طبعا سعيدة بس بسأل ازاي زاي ناس كتير في حاجات منها صعبة بس لكونها قيلت انا متأكدة ان مش بس الشعب وفي حامة الرئيس لما قعد في حفل الفطار الفطار الاسرة مصرية الاسرة مصرية هو قال هو بزي وهو الحقيقة هو قائد بيؤمر وبلين يعني هو بيقول بس بلين المرة دي مش هيبقى فيه لين انا بتهيألي لانه الموضوع ما يحتملش ما يحتملش اي تهاون وخليني أقول لك برضو يوسف بيه حاجة مهمة جدا 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 انا شايف ان ده توقيت رهيب يعني النهاردة عندك سانكشنز في روسيا عقوبات عقوبات دي هي بتنقل مصانع من من روسيا لحتى التاني صحيح عندك عرفنا يعني التركزات كلها في العالم شكلاء شفنا أوروبا وهي أضعف من ما كنا نتخيل شفنا أفريقيا وهي أجمد من ما مهم كنا نتخيل عندنا كم من الحاجات اللي هي احنا بنوعد نقول المصر عندها مصر عندها هي فعلا عندها هي حقيقة عندها أكبر مما كنا نتخيل برد أكبر مما كنا نتخيل ويمكن إحنا يعني ممسكناهاش لما ناهي كده تحت الماكرو ده اللي أنا بقول عليه علشان نقدر نروح شايفين الماكرو إحنا كل واحد وكل جهة بتحسب نفسها بتدي نفسها ويمكن حياتك معاه في مجلس النواف أنت شايف الموازنات بتيجي كل واحد كده صحيح منظومة وبالتالي لما سؤل النهاردة في إعادة هيكلة رئيس الوزراء يعني دورة رئيس الوزراء قال أن 30% بس محتاجينه علشان يدير هذه من هيكلة الموظفة في الدولة مش معنى كده على فكرة أن 70% دور ما لهمش لازم ممكن يقعدوا تأهلهم وممكن يروحوا في حتة تانية مش معنى أن هم هيروحوا البيت علشان مردو محدش يلعب بعد هذا الوطن دايما بيبقى فيه فكر أن أنا لما أقول كده يبقى أنا معناها لازم لو إحنا الاقتصاد بتاعنا وإحنا اقتصادنا ما هواش مركز على حاجة معينة مش زي الدول اللي هي فقط سياحة ولا فقط فترول ولا فقط لا إحنا عندنا الصراحة يعني يعني دايفرسيتي مش يعني تنوع تنوع يعني في كل المجالات والقوة البشرية عندنا يجب أن تستخدم أحسن مما إحنا ويمكن أكتر حاجة أنا أنا بصفة شخصية يعني عجباني أن إحنا مركزين على الشباب الشباب هو ده ده بقى أنا فعلا عايز أتكلم فيه حبة حلوية الأول أنا هفتكر النهاردة الصبح وأنا ببعث لحضرتك فقلت لي طب أنا هخلص المؤتمر الاقتصادي أنا قاعدة بسمعه كويس وهنتكلم صح فاستمعتي طبيعة الحال بمنتهى الدقة والإنصاط إيه اللي عجبك أو بالأدق إيه اللي لفت انتباه دكتور نيفين الطهري غير موضوع الستارتابس أو الشركات أنت هتستعجب يعني الرقم اللي ده رئيس الوزرة في أنه هو في خلال ثلاث سنين هيدي الـ 65% للقطاع الحص مش مستعجب خالص لو ده لفت نظري بقوة لأن دي في حد ذاتها بترجم كل الحاجات اللي تقلت هطرح في البورصة إيه هحط في البورصة أنهو شركات المؤتمر اللي حيقض من رئيس الوزرة إن شاء الله بأنهو قطاعات هتكون موجودة إيه دكتورة هالة السعيد في الصندوق السيادي وإحنا شايفين العشرة مليار اللي بتكلم حدثك عليهم والرادي إحنا عارفين سبعة مليار منهم جايين منين وكلها حاجات جديدة كلها حاجات الحقيقة يعني ما بتسمعش الكلام ده هو بس فيه ناس شغالة فيه ناس عادة بتشتغلوا فيه بس كل واحد بيشتغل في حتتك هل معقول كل هذا المؤتمر هو مخرجات أسبوعين فاته؟ لا لا يعني مش الناس فجأة اشتغلت لما رئيس ألف في طرقصة مصرية أعملوا مؤتمر مؤتمر صحفي عالمي كده فيه شغل سابق لا أنا 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 حديك يعني مثل صغير قوي اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أول السنة يعني جابت كل لهم علاقة بال يعني كل الوزرة تقول لهم أنتوا هتعملوا إيه قبل ما يبقى فيه التفاقم الشديد في الأزمة واسمعنا هم بيعملوا إيه وبالتالي إحنا كجهة يعني رقابية أنت بتبري أنت هتعمل فرئيس اللجنة يعني فرئيس اللجنة يعني قال نتقابل الناس دي هات ودي اللجنة الاقتصادية فهو بيبين لك أن لا هو كل حد بيشتغل بس بيشتغل في منظومة كما لو كنت أنت في معزل في آيلانز الصراحة يعني ويمكن هي دي لنا دايما بخدها علينا إحنا في البلد لأن إحنا عندنا قدرات رهيبة قدرات رهيبة أنا هرجع لأول مرة تقابلنا كم من سنة وكنا في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وكان النقطة الرئيسية اللي تكلمنا فيها كان اللي لفت نظر حضرتك النهاردة في المؤتمر قلتي لي وقتها عاجلاً آجلاً لازم القطاع الخاص هيبقى له دور أكبر بكتير في الاستثمار وفي الاقتصاد المصري على ما يبدو أن هذه الرؤية بتتحقق دلوقتي وده اللي وضحه الدكتور مصطفى مدبولي وده اللي تم إعلان عنه ويبقى فيه وثيقة ملكية الدولة السؤال بقى ليه المفروض يبقى القطاع الخاص استثماراته أوسع وليه تكلمنا على 65% والسؤال اللي أعتقده مهم إحنا هنا بنتكلم على مؤتمر صحفي العالمي في هذا الحديث ليس موجه للداخل ده حديث للناس بتاعة البلاد بره زي ما هو بتاعة البلاد جوه لينا ده تأثيره إيه بره وصح حياتك هو إحنا إحنا لا ينقصنا شيء غير إن إحنا نسهل للمستثمرين الاستثمار في الدولة ويمكن دولة الرئيس قال إيه هو عمل يونت في قلب مجلس الوزراء للمستثمرين حلو يعني ده في حد ذاته بيقولك في المحدة عشان المستثمرين عشان جوه مجلس الوزراء بالضبط وقال لك في خلال مش عارف أسبوعين يبقى في إيه وفي خلال مش يعني هي إعادة النظر في البيروكراطية وزي ما سؤلوا الدولة العميقة ومش الدولة العميقة هذك لو ما فيش مستثمر داخلي مش هيجي لك مستثمر خارجي إذا كان المستثمر المحلي سعندوش ثقة بالضبط بل اللي بره هيعمليه فأنا دايما يقال يعني مثلا أنا بشوف بقى شركات تقولك إيه أنا هروح أشتغل في الريجن وهروح أشتغل بره السؤال الأولاني طول ما أنت مجبرتش في بلدك صعب جدا أن أنت تكبر بره بلدك هي هتكبر بس مش بسهولة أنك أنت توصل أنك أنت تكبر بره فحتمية أنك أنت تحل مشاكلك الداخلية هتجر كمية استثمرات رهيبة دا يرفع معدل الثقة لدى المستثمر الأجنبي المستثمر المباشر تحديدا الهاديجي يضخ فلوس بقى مش هاطماني علشان يستثمر في قطاعات صناعية بنيوية زراعية إلخ 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 بشرط أن أنا عندي مانيول كده بيقول لي أن أنا مش هايه مش هطلع ضريبة بكرة ومش هشيل حاجة بعده ومش هنزل مش عارف إيه أنا النهار ده بقول أن أنا الدرائب بتاعتي 22.5% بس في حقيقة الأمر الـ effective rate بتاع أعلى من كده بكتير لأنك أنت عندك VAT وعندك يعني وأنا اللي أكتر حاجة عجبتني في المؤتمر أنه هو تعرض لكل ده صح كل كم واضح يعني كم واضح قالك هيبقى فيه قانون لتحفيز المستثمرين يعني مش كلهم بالذات في الصناعة لأن احنا يعني الصناعة دي من أهم الحاجات هي وزراعة طبع اللي هي تكبر البلد وعندنا الاتنين إمكانية توطين الصناعة بقى وكل فقالك أن حتى حيدي حوافز خمس سنين كل ده احنا هنشوفه بقى بجد على أرض الواقع بالضبط ففكرة أنه هو تعرض لكل اللي احنا بنقوله ده هو ده أكتر حاجة كانت مشجعة أنك أنت بتقول ما سابش حاجة بس زي ما هياتك بتقول بالضبط ده مش كلام أسبوعين ده كلام من قبل قبل حابة كويسة قوي ويعني شغالين عليه كتير والحقيقة كل مصري جوه وبر بيحاول يساعد علشان شايف أن دي فرصتنا اللي لا يمكن أن نتنازل عنها لأنها لو فاتتنا بصراحة إحنا هنروح في حتة تانية خالص الجزئية الأخرى اللي هو لما قلنا الدولة العميقة قال إيه مع دولة قال لك كل حاجة هتبقى ديجيتايز وده حقيقي أنت النهاردة المالية عندها الفاتورة الإلكترونية كل ده بياخد من التعامل مع الأفراد والكاش اللي أنا مضطر أن أنا أدفع فأنا يعني كل ده عمل بيترتب كله وراء بعضه بس إزاي بيقلمهم كله تحت الماكرو ده المزلة بتاعة اقتصاد كل ما هواش جزء بقى طيب واحنا فاصل أو حاجة يا جماعة مش فاصل فأ حاضر ماشي هاروح لفاصل وهرجع هتكلم على الشركات النشئة فكرة تشجيع الاقتصاد المصري في المرحلة اللي احنا فيها دي للشركات النشئة ومسألة الشهار باختار وحتى الحل لقدر الله هيكون باختار وما إلى ذلك ده هيؤدي إلى إيه وفكرة أنه في يوم من الأيام اشتكت النشئة دي صنعت جزء كبير جدا من الاقتصاد الرقمي في أمريكا وسيليكون فالي وما عك قدر مني بذلك فاصل بقى ونروح نكمل الكلام وهينضم لنا بالمنزمة بعد الفاصل صدقنا وزاملنا العزيز الخبير الاقتصادي محمد شادي هيكون موجود معانا داخل الاستوديو وهيكون موجود معانا أيضا دكتور مصطفى الزمزم رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة صنع الخير وعضو التحليف الوطني العام الأقلي لأنه فيه جزء كبير جدا من هذا المؤتمر كان متعلق بمد مظلة الحماية الاجتماعية في المصري بقى أنت عمال بتكبر الاقتصاد وما بتغفلش حقوق الناس الناس اللي محتاجة انها تحمى اجتماعيا واقتصاديا وماليا استنونا بعض الفاصل وأن يبقى فيه سماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقايد بوجود مقر فعلي للشركة فيه شباب كتير بيقول طب أنا بشتغل من البيت أنا يدوبك باللاتتوب وممكن أروح أعد على قهوة واشتغل ليه بتقول لي أصلا عشان أفتح شركة لازم أعمل مقر وأعمل هذا الكلام وده كان بيعوق شبابنا أن هم يفتحوا شركات النهاردة ده كان التوجيه تعديل القوانين بتاعتنا للتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد اللي هي بتبقى شركة من مكونة من فرد وأيضا بالنسبة للمعدات والمستلزمات الإلكترونية أنه نسرع جدا من عملية إدخالها للدولة المصرية أهلا 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 بكم معنا مرة تانية بعد الفاصل وخلوني يعني أستأذن دكتور نيفين الطاري في الترحيب بضيوفنا الأعزاء داخل الستوديو منورنا داخل الستوديو دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي أهلا بيك منور زي الصحب بتواضعه البالغ الجم المعتاد والله العظيم وأيضا يعني أحد أصدقاء العمر والمشوار الطويل دكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي منور منورك والله عامل إيه كله تمام الحمد لله أنا هستأذن حضراتكم بقى الاقتصاديين في سؤال مهم جدا دكتور مصطفى زمزم لأنه على خلفية المؤتمر بتاع النهاردة وكلم دكتور مصطفى مدبولي بعد ما قال كل الكلام بتاع الاقتصاد اللي هو اقتصاد بقى وأرقامه وأصل سعب قال هذا لا يعني إن إحنا عندنا الأهم قال وهو مد مظلة الحماية الاجتماعية مش هسأل تابعة المؤتمر لأنه أكيد الكل تابع المؤتمر على الكثب شديد يعني بس شفت إزاي مخرجات هذا المؤتمر فيما تعلق بماد الحماية الاجتماعية وهو صميم شغلك ونشاطك الحقيقة المؤتمر بالنسبة لنا كل العاملين في المجتمع المدني وعضاء التحالف الوطن العامل الأهلي الأمر بيسترد رئيس في وقت الافطر الأسرة المصرية كان متميز جدا قرارات هامة لكل المجتمع المدني في مصر لمد وتوسع مظلات الحماية الاجتماعية ما فيش تنمية بتحصل بدون حماية اجتماعية لازم في الإصلاح الاقتصادي بتلاقي بعض الأسر بتقع من الدولة بيحصل تراجع كبير أو فجوة في المستوى الداخل بتاعهم وبالتالي لازم الدولة تتدخل الدولة عملت طفرة كبيرة جدا في ملف الحماية الاجتماعية بعد ملف تكافل وكرامة بدل ما كنا بنشتغل على 8 و 9 10 مليار جنيه النهاردة بنكلم في 20 مليار وبالتالي في أسر هتدخل الشهر بعد القادم إن شاء الله 450 ألف 450 ألف أسرة ده عدد ضخم جدا طبعا إن عدنا على مدار كذا سنة بنكلم إن الدولة بتوفر من الميزانية لمجموعة جديدة من الأسر طبعا عارف أزمة كورونا أخرت كثير من الأسر الأزمة العالمية الروسية الأوكرانية برضو حصل فجوة كبيرة جدا لدى الكثير من الأسر في القرى الأكثر احتياجا الحياة كريمة الحياة بتلحق عدد ضخم جدا نحن نتكلم على 56 أو 58 مليون مواطن في 4500 قرية و 30 ألف عزبة ونجع بـ 800 مليار وده ما حصلش في التاريخ يمكن لو دورنا كده لمية سنة فاتت مش هنلاقي عمل تنموي أو بغذر حاجة بزبط مفيش في العصر الحديث حاجة زي كده لكن المشاريع كلها اللي بتحصل سواء تكافر الكرامة أو دعم رغيف الخبز أو البطاقة التنمونية كمان بقى فيه داتا بيز أو قاعدة دينات موحدة فأنا قادر أشاور دلوقتي فين الأسر اللي واقع مني في مناطق جغرافية إيه إحنا كمان في التحالف الوطن لما جمعنا الجمعيات كلها واشتغلنا في شهر رمضان اللي فات ده إحنا تقريبا اشتغلنا بخمسة وخمسة من عشرة مليار جنيه اللي هم 23 جمعية أهلية كبيرة في مصر لما جينا انطبق قاعدة البيانات اللي مع الجامعات الأهلية مع القاعدة البيانات اللي مع الدولة كان الفجوة عندك 300 ألف أسر فده نسبة نجاح كبيرة جدا يعني ما يمسيرش واحد من عشرة في المي وبالتالي التدخلات اللي تكلم عليها النهارة دورة رئيس مجلس الوزراء تدخل هام جدا في توسع مزارة حمال اجتماعية مؤشر مهم جدا في كمان ملف التمكين الاقتصادي لو انا بتكلم على مشروعات اقتصادية للجال أعمال المستثمرين كمان الجامعات الأهلية دورها يبقى دور مهم لان التهسيرات بقت كتير تحرف الوطني كمان عمل ورقة سياسات كبيرة جدا لتقصير المدة الزمنية في الترخيص والموافقات للمشروعات المتناهة الصغر داخل القرى اللي حياة كريمة خلاص قربت على الانتهاء من احنا عندنا اكتر من 1500 قرية ان شاء الله في خلال التلاتة او اربعة شهر اللي جايين هيكون كل ملفات البنية الاساسية والتحتية والمباني الحكومية انتهت وده ملف يعني هيبقى انتصار كبير جدا للقادرين هايخد من الحتة دي مسألة مد مظلة الحماية الاجتماعية وعايز يروح دكتور محمد مد مظلة المحاياة الاجتماعية وفي اطار مخرجات هذا المؤتمر قد يستشعر البعض انه طيب وثيقة ملكية الدولة دخول القطاع الخاص بنسب تصل الى 65% فعلى طول واحد مركزي زي حالتها يستشعر ان قدم سميث يبعث من جديد وهندخل في عصر الرأس الملال المتوحشة وحاجات زي كده وعشان كده عجبني قوي الجملة اللي قالها دكتور مصطفى مش بقى في الارقام بس الجملة اللي قالها ولكن الاهم هو الحفاظ على مد مظلة حماية اجتماعية بتعتقد ازاي هيتم التكامل ما بين اقتصاد هيبقى فيه 65% قطاع خاص وفي نفس الوقت احافظ على مظلة حماية حقيقية طيب بداية بس كده يعني السؤال في السوادى بجد الفكرة كلها طيب هو ليه اصلا دولة رئيس الوزر ختم بموضوع الحمال الاجتماعية لانه كل ما حضرتك قلت عن تحرير اقتصادي وفتح المجال القطاع الخاص كل ما الطبقات الفقيرة وطبقات ضعيفة الدخل في المجتمع لان الطبقات تشعر بالامان في ظل غوية الدولة صح الفكرة بقى كلها انه المؤتمر ده جاي مش بس عشان يخاطب المستثمرين ده هو الحقيقة جاي عشان يخاطب الداخل والخارج وجميع فقات المجتمع فبالتالي كان لازم الخطاب يوجه كمان لجمه الشعب المصري والطبقات الفقيرة منها علشان كده المؤتمر جاي يتكلم التلات الفئة الأولى المستثمرين بنفسهم الفئة التانية الجامعيات والمؤسسات اللي بتوجه المستثمرين والفئة التانية مطلق القرار واللي هينعكس عليه أثر السياسات دي من المواطنين المصرية حلو الكلام كده طيب ازاي بقى يحصل التوازن ده أولا التوازن حصل من البداية خالص من انه احنا عندنا حاجة اسمها أثار والنمو دي تاني عكس على الفئة الأوليلة ضعيفة الداخل ده المفترض المشكلة بحصلش وفترة كبيرة جدا كان عندنا معدلات نمو كبيرة وصلة 7% في أواخر 2010 ورغم ذلك كان عندنا معدلات بطالة وصلة 13% وفي نفس الوقت كمان عندنا معدلات فقر بتزيد وعندنا يعني يعني معدلات عندنا حاجة اسمها في الاقتصاد مؤشر جيني اللي هو مؤشر سوق توزيع الداخل كان في أقصى درجات سوق وكان وصل لنفس الدرجة بتاعت قبل ثورة 52 صحيح 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 فده مش حصل لأنه أولا جزء كبير جدا من المستثمرين كان بيستثمر فيه أنشطة رعاية أنشطة مش بتشغل الناس مش بتخلع فرص عمل بيعمل لإستثمراته فيه أنشطة غير كسيفة التشغيل وبالتالي أولا أنا إذا رحت للقطاع الصناعي القطاع الصناعي حقيقي هيخلق فرص عمل فرص العمل دي هتعوب مباشرة على المواطن العادي ده في الوضع العادي المشكلة إحنا في الوضع بتاعنا ده الوضع الاقتصاد النصري السوق محتقرة بالكامل ما فيش صناعة من الصناعات إلا فيها احتكارات السوق مش منضبطة لأنه إحنا زي ما عملنا يعني حرية اقتصادية في قبل 2010 يعني كانت حرية اقتصادية ورأس مالية غير منظمة المفروض في الأسواق الرأس مالية المنظمة يعني بيبقى عندنا فريقين بيلعبوا مع بعض وفي حكا موقف في وصلهم الفريقين دول فريق المنتجين وفريق المستهلكين وبينهم منظم لعملية السوق دي كلها اللي هم جهزة حماية للنظيم السوق اللي هم زي مين عندنا زي جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكالية جهاز حماية الإجراق وهيئة الرقابة المالية الأجهزة دي باستثناء هيئة الرقابة المالية للأسف وضعها القانوني لا يسمح لها بالتدخل لضبط السوق ليه بقى؟ لأن الأجهزة دي معظمها أنشئ في ظل ظاهرة كاف معروفة جدا في أواخر برضو في 2010 وما قبلها اللي هي ظاهرة زواج المال والسلطة الناس اللي بتمارس المال هي الناس اللي في السلطة وبالتالي كان هدفها الوحيد أن هي تمنع أجهزة ممارسة قصد حماية السوق دي من التواجد لتنظيم السوق لأنه كل ما الأجهزة دي جابت كل ما كان فيه منتجين قادرين على الاحتكار وكل ما كان فيه منتجين قادرين أنهما يوجهوا السوق ويستغلل المستهلكين اللي أنت بتقوله ده النبي لا تاخد حم أنا ما عملتهاش في حياتي الله العزيز يسلم بوقع نتعبت في حياتي جدا عشان اسمع كلمتين زي كده بس أنا مش موارفة اللي هو بيقوله ده أنا كنت لسه أقول دكتوري أعمالها بمبص مركزة مركزة قلت إيه هل هي نظرة الاعجاب هو اعجاب بس هو ده الاختلاف هو ده الاختلاف هل عندنا ملاحظات هخلي دكتور الحميشة دي يكمل وأنا فعلا قاعد عمال والله زي مركز عامل كده ربنا الفلاح يا جميل الأجهزة دي دلوقتي الدولة يعني لو حضرك لحظت النهاردة دولة رئيس الوزراء ركز يعني أفرد لها سلايد لوحيدها عشان يقول إن واحدة من أهم الإبارات اللي هتحصل إن احنا نعيد صياغة الدول بتاعها وعلى فكرة الدولة مش بدقة النهاردة ده بدقة من سنة ونصفاته لما حصل تعديل جوة مجلس الوزراء لقانون جهاز حماية المنافسة يتيح للجهاز التدخل في منع صفقات الدمج والاستحواز يعني يمنع الشركات من الدمج والاستحواز إلا بعد إختار الجهاز وإختار الجهاز هنا إختار مسبق يتوقف عليه عملية الدمج والاستحواز وإخطار الجهاز هنا فدريفان مش مؤفقة خلينا أكمل وحضرتك نجمع مراقلين يعني ممكن نشغل سكرتير الجلسة وأنا أجمع هؤلاء ملاحظات بجد أنا مستمتع جدا بهذه النظرة وإن هو إيه أنا في انتظار اللحظة يوسف هقولي دكتور دي ده الجزء التاني نحن نفعل دور الأجهزة دي ونخليها قادرة على فكرة مظهر تاني برضو والمظاهر دي هو اللي الناس كلها حسب به في الفترة الأخيرة من تدخل جهاز حماية المستهلك في سوق السيارة اللي هو وضع التسعير على السيارة وتاني حاجة منع زاهرة أو محاولة منع زاهرة الأوفر برايس لسه ما قلدتش بس إنشاء وقت وجدي ده النوع التالي يتدخل لصالح اللي هو مادة مزالة الحماية الاجتماعية إذا السوق انضبط هيبقى فيه جزء كبير جدا واصل بالحماية إلى المستهلكين وتنظيم للسوق يسمح للمستثمرين وده بالدخول ويخلق فرص عمل أكتر ده الجزء التالي الجزء التالي الجزء التالي الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة مؤخرا علشان تسمح بشكل كبير جدا بالقضاء على ظاهرة الاستراض الجائر ووضع معايير الاستهلاك زي مثلا أنه الرئيس كان برضو من حوالي سنة كده قال أنه احنا حنرفع معايير المنتجات المصرية لتوازي نظراتها الأوروبية عشان الناس نلنع التدخل ده يصبح من صحة المستهلك اللي بدفع فلوس في سلع عديمة الفايت الحاجة التالتة بقى والأخيرة خالص أنه الجانب الاجتماعي المباشر اللي كان الدكتور بتكلم عنه دلوقتي أنه احنا حنزود الأجور حنزود المعاشات يعني دورة رئيس المعاشر الكلمة النهاردة على رقم مباشر تماما 190 مليار جنيه السنة الجاية متزايدة لمدة 50 سنة علشان نقدر نسدد أموال هيئة التأمنات الاجتماعية يبقى الموضوع كان له جانبين جانب بيخاطب المستثمرين بذاتهم بزواتهم وجانب بيخاطب المستثمرين وجانب بقى بيخاطب المؤسسات اللي بتعمل على توجيه المستثمرين حشان بس ما خويش طبعا أنا جدير بس بالذكر أنه في مؤتمر بالمناسبة لجهة سواية المستثمرين في يوم الأربع الجاي أظن هيبقى طالع فيه مخرجات مهمة جدا دكتور نيبي تفضل يا فاند هو طبعا أنا مع الدكتور جدا يعني دكتور شادي في أهمية الرقابة والجهات الرقابية دي هات بس في حاجات دايما إحنا بنقول إن لما بيحصل المرجرز والأكوزيشنز وكبر الشركات إن دا بيبقى فيه بالظبط كده الفكرة إنك لما بص على حياتك كنت بتتكلم على سيليكن فالي ومش عارف إيه حياتك بص على إيه اللي حصل لما الشركة الصغيرة دي بيستحوز عليها الشركة دي لما بيستحوز عليها هي بتجبر الكيانات دي هيت وكل ما تلاقي شركة صغيرة بتروح مستحوزات دا مش في حد ذاته مش غلط لإنك أنت عندك توزيع الصروات بيجي منين ما هو اشترى الشركة دي والشركة دي هيت حتعمل شركات تانية والشركة كبيرة دي عندها الإمكانية بقى إنها يعني تعمل زيوة قصرة تسقط قصادات الحجم الجبر لا مش بس قصادات الحجم بقى إن هي بتعين الناس دي هي اللي بتعلم وهي اللي بتعمل وهي اللي بتصرف على فكبر الشركات دي هيت إنت مش من مصلحتك إنك تتغطب لا بالعكس إنت سيبه بيجبر بس عندك الرقيب اللي يقولك لأ إنت دا تتحكم في الأسعار في إن انت اللي هي بقى ما تتعوش تتناعب بالضبط كده الاحتقار بمعنى كلمة الاحتقار يعني في حاجات إنما أنا يعني يمكن أنا مش رأس مالية يعني بمعنى كلمة رأس مالية بس الرأس مالية هي اللي بتزود العمالة يعني إحنا النهاردة لما بنبص على العمالة العمالة بتكبر في الرأس مالية اللي معاها مفروض إنها توصل وفعلا الدكتور شاي زي ما بيقول إن هي ما كانتش بتوصل لتحت لأنها مش دخلة في الصناعة ولا في الزراعة ولا في الحاجات اللي هي فعلا بت لأنه قلت جملة اللي يعني ينزل حالتك فكرة تزاوج الملبو السلطة في مرحلة الله صح قدك إلى إنه صناعات بحد ذاتها أصبحت في إيد رجل واحد هذه الصناعة في إيد هذا الرجل وهذا الإنتاج في إيد هذا الرجل الله وهيا جماعة ما فيش غيرهم ولا إيه أنا حب أسمع من حياتك بالعكس بالعكس أنا زي ما بقول حياتك يعني فكرة وجود الهيئات دي هات أولا برضو أنا مش مغدام جوة الاستحواز مهم جدا يعني أنا حب نفسه مش مختلف مهم جدا لأنه ده اللي من شأنه يخلق كيانات عملاقة تبقى قدرة في وقت من الأوقات حتى ولو بعد 50-60 سنة إنها تبقى بالأحجام اللي موجودة في أمريكا الشمالية أو اللي تبقى موجودة في أوروبا على سبيل المثال بس هي المسألة بتاعت الانضباط يعني موجود قوانين تحكم هذا الشكل من الاستحواز تحكم هذا الشكل من الدمج فيبقى طول الوقت عندي مساحة كافية إلى أنه أخلق تنافس يصب في مصلحة المستهلك هو أنا مع حضراتكم تماما الفكرة بس هنا إنه القانون الموجود حاليا لسه متعدلش يعني هو معروض في مجلس النواب وإن شاء الله يتوافق عليه وإنه حضراتكم يعني اللي موجودين الفكرة حاليا دلوقت إن هي بتخلي الشركات تعمل الدمج والاستحواز وبعدين تختر جهاز حماية المنافسة مع الممارسات الاحتكالية بعملية الدمج والاستحواز وبالتالي جهاز حماية المنافسة بيفقد القدرة على تقدير إنعكاسات هذا الدمج والاستحواز على السوق وده حصل يعني بشكل واضح جدا المصريون كلهم حاصوا به في شركة خليني بس أنا أتفهم ما أقولتك حاجة أنا بس أنا بس هاوصل لحضراتك النقطة أنا أكتبها هاوصل محضراتك النقطة يعني أحصل محضراتك النقطة اللي حضراتك اللي حضراتك اللي حضراتك جدا فيها جدا بس أنا المقدمة دي عشان بس أقول لحضراتك الخلاف يعني فين يعني الفكرة هنا إنه جهاز حماية المنافسة بيفقد القدرة على صياغة التأثير ده أو يعني تقدير التأثير بتاع الإنعكاس العملية الدمج والاستحواز وده حصل معنا في اندماج شركات النقل بالطبيقات الإلكترونية الشركة معروفة جدا استحوزت على منافستها استحواز كامل خرجت جميع المنافسين وقعدنا سنتين كاملين بدون منافسة في السوق دي لو حضراتكم شعرتوا بالموضوع ده في وقت الشركة التانية لما كانت موجودة كان كل يوم فيه أكواد خصم سواءا لي المستهلكين صحيح من بعد ما حصل عملية الاستحواز انتهت أكواد الخصم لأنه بقى فيه اعتقار للسوق ورفعوا أسعارهم بس ما بدأش يحصل منافسة تانية إلا لما دخل بدأ يدخل المنافسين جودات سواءا شركة محلية قادرة تقلل التكلفة أو شركات دولية تانية بدأت تدخل دلوقتي وبدأت تنافس بشكل يبقى الفكرة هنا اننا مش عاوز من عملات دانجولي استحواز بالاكس انا عاوز اقطرها بس اقطرها بدون ما يكون لاعب واحد في السوق هو المساطر على السوق حلو النقطة أخيرة بس يبقى الفكرة كلها ايه اننا القانون هيدي لجهاز حماية لجهاز حماية المنافسة الحق في انه يعترض على الصفقة قبل ما تحصل اذا كنت هتضر بالسوق وبكده يبقى احنا عززنا الرأس المالية وعززنا السوق ومنعناها من الاحتكار طب انا عايز استأذنكم قبل الملحظات المهمة اللي هتقولها دكتور نيفين وقالت لي انا متأكد ان انا فاكرة انا عايز ارجع بس في حتة قريبة من كده ناحية دكتور مصطفى زمزم وحنا بنتكلم على كل ده انا دايما بيبقى الهاجس اللي جاي في بالي وهم اضطر اعيد نفس الكل لان انا جخص مر كسي النزعة والافكار والبناء الوجداني انه الناس في بلدنا ودول اللي يمكن الناس اللي على قد الحال وهم دول الاهتمام الرئيسي بتاع دكتور مصطفى زمزم وهم بيستحوزوا على جانب ضخم جدا اللي لم يكن الجانب الاكبر في وقدان الرئيس واهتماماته فكرة كاس الغلاب الاولى بالرعاية في ظل هذه الامور اللي تحدث فيها دكتور رحمد شادي والملاحظات اللي قبدتها دكتور نفيد تعتقد انه مظلة الحماية الاجتماعية اللي بتتعمل دلوقتي زائد اللي تعاملت وما هو مرتقب قادر على خلق حماية حقيقية للمجتمع فلا يستشعر المواطن بانه في اسعار بتنط طب مثلا نتسأل دكتور مصطفى المدبولي هترفع اسعار الفايدة قاله دي بتاعت البنك المركزي لكن احنا بنعمل حسابنا على اسعب السيناريوهات ما هو رفع سعر الفايدة يعني الرجل الغالبان اللي راح ياخد طرق عشان يجهز بنته ولا عشان يشتري حاجة بالتقصيد ولا ولا ما هو بيتأثر في تصورك هنعمل ايه لحماية هذه الفئات وهي ليست قليلة سؤال مهم جدا خلينا برضو نتحرك في استراتيجية للدولة هو بيندمج فيها المجتمع المدني مع الدور المجتمع للقطاع الخاص ما ينفعش القطاع الخاص يكون بيشتغل والدولة بتسهله بتديله رخص وبتطور من اداءه وبتعطي فرص كبيرة جدا للدخول كمان في الاصول اللي تملكها الدولة وما فيش لون دور مجتمعي لو القطاع الخاص هنا ما بيسهمش مع المجتمع المدني مع الدولة هيحصل فجوة كبيرة جدا لدينا فيه اعداد الاصر اللي هتخرج بره مظلة الحمال الاجتماعي ولكن مش هنفضل بنعطي اموال ومرتبات ومعاشات وندخل تكافر وكرام يعني دلوقت القرار الجديد احنا نشوف الاصر القادرة على العمل هنبدأ نمكنهم اقتصاد يبا فيه تمكين اقتصاد وده اللي بدأ يحصل مش الهبة لا خالص النهاردة فيه اصر غير قادرة خرجهم بره مظلة المعاش او المرتب الشهر انا بنصل في تكافر وكرام يمكن متوسط 1500 جنيه حسب الاطفال اللي في التعليم كل طفل المرحلة الابتدائية بياخد 80 المرحلة الادية بياخد في الشهر 100 هكذا يعني بعض شرائح ولكن خلينا بقى ندخل لهدف رئيسي يمكن كان مكلف به سيد الرئيس من 4 سنوات دلوقتي ان احنا مين اللي قادر على العمل احنا عندنا تقريبا حوالي 70% من اللي بتلق وتكافر الكرام و سيدات وبالتالي هم معلات لأسره من الزوج المتوفي في حالة هاجر في حالة طلق والهاجر دا يعني معلومة كمان ان بقى المنتشر عندنا ان الرجل بيطرك الأسرة و منعرفش عنه حاجة احنا بقى كمان منتشرين في الكرة كلها فبنشوف حالات جديدة شوية سقطة سهوة بالزبط اه ما احنا اشتعين اللي هو ساب الأسرة و محدش عارفه بين وبالتالي احنا دعونا الأسرة مسؤولة منه كمجتمع بشكل كامل صحيح عاوز و حي ان القطاع المصرفي و القطاع الخاص المصري الثقافة بتاعتهم في العمل المجتمع اتغيرت مهش فكرة ان انا النهاردة باجي اقول انا طلعت مليون جنيه ولا عشرة مليون لا احنا عندنا مساهمات على سبيل المثال و ده مش اعلان يعني البنوك الكبيرة الحكومية بنك الاهلي و بنك مصر و البنوك و البنك القاهرة و غيرهم في مساهمات تصل لأكتر من عشرة مليار في العمل الاهلي في مصر غير و ده ده شيء لازم نشيد به لانهم بقى مدركين لمسؤولتهم المجتمعية الفكرة من شانال قطاع المصرفي متفرغ فقط للمكسب و الخصارة و القروض و بعض المشروعات الخاصة بالاسم ايز اللي هي هنقرض و هنبدأ نشتغل على الشركات الصغيرة اللي تشتغل في الإقراض صغيرة متوسط لا اه انا شغال مع المجتمع المدني الجد في خدمات طبية وتمكين اقتصادي و اجتماعي وتعليمية و بيئية والاقتصاد الأخطر لنا كمان بقى له دور كبير جدا لدى القطاع الخاص فبدأنا نوفر قاعدة بيانات كبيرة جدا من القادرين على العمل و بدأ يتمكنوا اقتصاديا و احنا يمكن عندنا عملنا الحمد لله بادرة كويسة جدا مراكز استدامة و المنسجات و نفس التجربة تاعت اخميم بنبدأ نعممها و عملناها دي في الفيوم و البدرشين و في اسوان و في انا مراكب للصيادين و تلاجات الحفظ اسماتكم و تسويق المنتجات بتاعتهم نشوف العمالة الغير منتظمة فين و نبدأ نمكنهم حقيقي حلو و نؤمن عليهم يعني شتجرد ان هو النهاردة هياخد المركب و التلاجة موجودة فبيحفظ المنتج بتاعه لانا بفكر لازم يكون تأمين ضد الحوادث ضد الغرق اي مشكلة بتحصل له و ده الحقيقة كمان بتساعد فيه وزارة التضامن و دكتوراني و دي القباش بشكل كبير السيد الرئيس اطلق مبارس بر الامان من وزارة التضامن و سندوق تحية مصر و دخلت فيها الجامعات الاهلية دلوقتي شريكة فبدأنا نعرف عندنا كام مليون عمالة غير منتظمة لما حصلت الكورونا و المجتمع المدني بدأ يحصر اللي عاوزين مرتبات شهرية عشان خاطره و ما فقدوا اعمالهم و ده كان عدد كبير مش قليل كان قطاع البناء والتشهيد بدأ يقف بشكل كبير و ده الحقيقة بيحمي اكتر من خمسة مليون مواطن رجعوا من ليبيا و رجعوا من العراق و من سوريا و دول كتير جدا حصل فيها مشاكل و ده الحقيقة ما كانش في حزبان الدولة في الوقت ده احنا فجئنا في يوم وليلا ان جايلك ثلاثة مليون او اربعة مليون بدأ أدم لازم يدخلوا مزارة حمال اجتماعية لا توفر فرصة عمل ده كان بيتكلم عليه دكتور مصطفى مالبول ان احنا لو ما فيش القطاعات لشغالة احنا عندنا أزم ما نعمل ايه ما نعمل ايه بالضبط طيب أنا سأزن هروح لفاصل عايزة رجع بعض الفاصل بقى لدكتور نيفين واضح انه فيه مثلا على الأقل بتاع 7-8-19 ملاحظات اروح النوائد المستديرة اللي انا اتشرفت اللي انا اكون قاعد فيها باعتباري سكرتيري الجلسة اتشرفين لا وما الجد فاصل وانكمل الكلام شبكة الترق والنقل اللي مرة أخرى أنا بأكد لحضراتكم كخبير تخطيط عمراني قبل ما أكون رئيس وزراء لو لهذه الشبكة لكانت شوارع مصر عبارة عن جراش ولم تكن لتتجاوز حركة السيارات سرعة 8 كيلو في الساعة هقول لكم ليه سيئة لكن بعدما الحلقة تخلص خلولي أرحب بحضراتكم مرة تانية وبدوفنا العزاء داخل الستوديو وقلنا نرجع أو نعود مرة تانية الدكتور نفين الطاري لديها ملاحظات حول الكلام اللي تفضل به دكتور محمد شهدي تفضل يا فتاة هو أنا ما عنديش ملاحظات معنى الرقابية بالعكس إن الحاجة اللي غير مراقبة بتفلت عن وإحنا شفناها كتير وشفناها في حاجات كتير إنما فكرة إن أنا لازم أخذ موافقة قبلها قبل الاستحواز مثلا لازم يبقى تايمت بقى أقول إن أنا لإن أنت عندك مستثمر وجاي بيقول أنا حشتري الشركة دي وفي نفس الوقت أنا بشوف ويمكن دالك تبقول حياتك يعني أنا كل ما بكبر الاستحواز ففيه جهات مش لازم أكون باحتكر يعني أنا موافقة إن ما يبقاش احتقار إنما اللي بيحصل إن الشركة دي هات بتجبر بيبقى العمالة أكتر بيبقى التدريب أكتر وبيخلق والف بقى بيخلق صروة صروة للي بيشتري دهوت بحيث إنه هو يبتدي يعمل الشركات الأخرى ويخش في حاجات تانية ففكرة جهاز حماية المنافسة أو الأجهزة دي فعلا لازم يكون لها قواعد ولكن ليس إن أنا بقول لها لا أنت الأول توافق إيلي وبعدين أنا أخش لأن يعني هي الجهازات نفسها ما هيش من القبر أو من بحيث إن أنت تقدر تقول إن أي حاجة اقتصادية هتخش عليها إنما تدي تايم لاين وتقول أدى القواعد وأدى القوانين والشروط فده ده لأنا بحاول أقول إنه ساعات دخول الجهات الرقابية بدون ما يبقى فيه زي تايم تيبل كده يوقف لك الاستثمار اللي هو بالآخر أكتر مما ينبغي تتحول إلى وضع بيرقراطي صعب ويبقى فيه عندي كده ديناصور بيرقراطية بيوقف لي كل حاجة وأقل مما ينبغي أخلق لي على رأيه سيد بها الله يرحمه انفتاح السدح مداح هو وإحنا متفقين تماما لأنه فعلا القانون طالع بمدة زمنية مش فاكر تلاتين ولا ستين يوم قبل إبداء الرأي أو قبل الفترة الزمنية مش حافة إذا كانت تلاتين ولا ستين يوم مروا دون إبداء الرأي يعتبر موافقة فإحنا كده متفقين تماما طب طب عايز برضو هنا وأنا بطرح مع حضراتكم يمكن في الحيطة دي هنطلع حتى برا مسألة أنه يعني نحتكر مصطفى زمزم في الحديث عن مظلة الحماية الاجتماعية إلى مسألة تشجيع الشباب من خلال هذا المؤتمر اللي تكلم فيه دكتور مصطفى عالدبولي لأنه تكلم كتير جدا على مسألة الشركات النشئة وتكلم على مسألة إعطاء تسهيلات لهذه الشركات تصل إلى حد أنه أنت هتنشئ بالاختار ولا قدر الله إذا كان هناك حل لهذه الشركة فسوف يكون بالاختار وعبر الويب سايت يعني في حالة كده لو صح التعبير حالة ذهبية في مسألة إنشاء شركات وما إلى ذلك دكتور ندين تشوفي دا إلى أي مدى يشجع الشباب على الخلق والتفكير والإبداع وإنه يبقى متشجع وقلبه جامد إنه ينشئ لدرجة إنه لو فلوسك غير قدرة إنك تخلق مقر فاعمل للشركة بتاعتك افتراضيا طبعا هو مشجع جدا جدا وهو هرجع تاني أقول لحياتك أي شركة عاوزة يكون لها مانيول عاوزة لها كده إنها تتعرف القواعد التي تسري عليها وشجعها في حاجات بقى اللي هي الأساسية أي شركة بتنشئ لازم لها لازم تروح هيئة الاستثمار أو علشان تنشئ ده سهل يعني لإن إحنا الحقيقة يمكن في الهيئة برضو سريعة وفيه حاجات كتير تقالت النهاردة إن هي حتيسر وتسهل أكتر حلو وخصوصا للشركات النشأة إحنا هي الشركات زي بيقولوا ستارتابس دي بتنشأ منين بتنشأ من وجود فجوات في قلب المجتمع وفي كل كده لو خدت كل قارة هتلاقيهم فجوات مختلفة يعني فيه فجوة هتبقى إحنا عندنا حاجات كتير جدا جدا فإمكانية إن الشباب يطلع بحاجة كثيرة جدا جدا صحيح أسهلهم إن هو يبقى على الكمبيوتر ويخش يعني لك دي شركات بتبقى فرض يعني فرض أو اتنين أو تلاتة فهي مش مش بتشغل ناس كتير إنما في نفس الوقت هي دي اللي بتخترع واللي هي بتديها الكريتيفتي إن انت فإنت النهاردة المنظومة اللي بيتكلم عليها التكنولوجية وفي عندنا يعني الـ تير إيه والإسماء إتيدة وإتيدة ومش عارف إيه عاملين حبة حاجات محترمة جدا الحقيقة لهذه الشباب إنما كله في الآخر بينصب في إيه فإنك أنت بتكلكع له لدنيا لأنه لازم يبقى ياخد موافقات معينة الترخيص بتاعه بيبقى صعب إنه هو ياخده يجي له ضريبة زي ضريبة الاثنين ونص في الألف من على التوب لاين بتاعه وأصلا لسه ما عملش باطم لاين عشان يعمل التوب لاين ولازم يدفعها تأمينات الاجتماعية بتمثل عبئ كبير عليهم لأن هي هي مطلوبة صحيح إنما في نفس الوقت ده لسه ما بيقول يا هادي أنا في بعض الحاجات بلزمك بأنه عدد الموظفين عندك لازم ما تقلش عن كذا وانعايز يبقى في عندك مراقب مالي ومدير مش عارف إيه يا عما أنا بيقول صباح الخير ولسه كمان أنا هتديله كمان minimum pay فأنت بتتكلم على حاجات كتير قوي بتبقى معاقلة بالذات في الستارتاب الفكرة بقى إنه مش بس الستارتاب هي المشكلة هي الستارتاب ده أسهلهم لأن فيه فلوس كتير دخلة في السيد ماني حلو إنما هي عشان أعمل السيد فان بالظبط هو اللي بعد كده بقى أنا قومته وأنشأته وبعين سبته ده بقى بيحبط ومش عارف يعمل إيه ولازم يقفل ولازم يتخرج في قانون الإفلاس اللي هو فعلا اللي لم يفعل القانون وبالتالي كل يعني يمكن إحنا بنتكلم أصلا في أعقاب المؤتمر والحاجات اللي قالها مفيش حاجة النهاردة الزكرة فعلا مغطتش كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في قلب السوق طيب أنا هنا قبل ما نروح لكم رحمة جدي هرجع الدكتور مستفى زمزم علشان بتشوف كل يوم خلال السنين اللي فاتت من وقت ما بدأت هذا العمل الاجتماعي تقريبا من 23 سنة دراتي حاجة زي كان وطول الوقت أنت كنت في مرحلة كنت شاب صغير وبالوقت بدأت تشوف وبدأت تخش مسألة تطوعية وبتضرب وبتساعد وما إلا ذلك في كم أفكار مهول لدى الشبين اللي موجودين في مصر وعلى اختلاف النسق التعليمي ومستوياته بتعتقد أنه مسألة الشركات النشاءة دي هي حالة دافعة ولا قد تؤدي إلى زحمة أكتر مما يجب ناس بتعمل شركاته بعدين تقفلها تاني وما إلا ذلك وإذا حتى كده هل ده مضر بشكل أو بآخر بالعكس ده أكبر قرار محفز إن أنا أضم من شباب دولية كدولة النهاردة أنا لديه أصدقاء كتير جدا كانوا بيبوا معنا متطوعين وهم خرجوا بعض الجماعات الأجنبية وبيفكروا في أفكار مختلفة حتى في العمل الآلي وعلى مستوى الشخصي هو عاوز يشتغل وعاوز يكون له دخل سالي بيخرجوا لدول وإحنا عارفين لأقرب الدول هنا زي الإمارات مثلا في مبي موضوع مفتوح اليوم جدا بشركات الافتراضية هناك كده بالضبط وبالتالي أنا مش مضطر كل واحد فيهم أو اتنين تلاتة مع بعض لازم أكرر والسجل التجاري والبطاقة الضربية فيه خمس سنين على أقل من الضرائب بدأ يكون مقوله قبل كده أنا عندي شركة بشتغل من 10 12 سنة في شركتي أول خمس سنين بالنسبة لي أنا مفيش نيت بروفت أنا عشت كلها عاوز أشوف التأمينات وأشوف الإجارات وأشوف المرتبات والمادة الخاملة اللي أنت عاوزها بتلاقي نفسك في آخر السنة هو أنت مضطر أنك تحافظ على الناس اللي معاك اللي دربتوهم وتعبت معاهم وخايف تستغنى عنهم وعاوز تملكهم أصول في الشركة بتاعتك عشان يبقى فيه فكر مختلف أنه هو 5% و 3% بالضبط هو مش مواضح وبالتالي الموضوع صعب إحنا كشباب بدأنا الموضوع بصعوبة جدا والمعاناة اللي على نهاب بنحاول من إلها للمسؤولين يا جماعة الدولهم فرص مختلفة اللي كان عندنا كان ممكن حد بيساعد شوية معاك لك فرص معينة بتحول التهدات اللي عندك ليه فرص كبيرة تقاري تستغلها وتتكسب منها بشكل مقنن لكن بعد 5 سنين تقدر تضمهم وتدخلوا إطار الدولة والشكل القانوني واستفيد من الخبرات ومن المشاريع اللي هيقدموه لأنه هم بصراحة سابقنها بكتير وعندهم أفكار مختلفة بشكل بيسير الدهشة يعني يعني النهار دا ما بنقعد مع مجموعة منهم بيشتغلوا في كندا وأمريكا من هنا بأبليكيشن معين فرص كثيرة منتشرة احنا مش واخدين بالنا كدولة احنا منظر على البلوجر وعلى الإنفلوانسر وعلى حاجات نجمع منها ده مش الغرض أبدا في عندنا مليون بناء آدم عاوزين كل سنة نوفر لهم فرص عامة منين وإزاي قطاع التشهيد والبناء اللي بيحصل في المدن الجيدة مش هيستمر بالشكل اللي كان موجود عليه قبل كده لو بنتكلم على مشروعات قومية كبيرة وخدمات بيقدمها وإن استمر أنا مش أفضل بعتمد على قطاع اقتصادي واحد صحيح صحيح هنرجع ثاني هو التعليم في البداية كان إيه هي المدارس الفنية اللي احنا بدأنا نفكر فيها دلوقتي إن كل شركة كبيرة مجموعات صناعية معينة بتبدأ تعمل المدارس بتاعتها وتخرج منها الشباب اللي محتاجاهم في الجزء الفني لكن الشاب اللي متخرج بقى في الجزء الثاني بتاع دارة الأعمال وبتاع البيزنس والآخره هو تفكيره مختلف فاديله الفرص دي مش ضروري أبدا إن كلهم مقرات وعلى ضروري تكون الدولة أنا قاعد النهاردة رقيب عليه والضرائب بتاعتي فين مستحيل أنا بخرج في آخر السنة بلاقي نفسي تقريبا في 35-40% دولة شركة معي أنا كشاب بشتغل إزاي هتكمل الفرصة بتاعتك إزاي مستحيل فبتلاقي الفرص في الجانب الآخر متاحة لك خارج مصر أسهل بكتير الضرائب قد تكون مش موجودة أنا بعمل لك فسيلة كتيرة جدا فبشجعك فبخرج وعندنا نماذج من الشباب اللي إحنا بدأنا ندعوهم دلوقتي يحضروا معنا في مقرات الاستثمار مصريين عاملين إنجازات ما عملاش رجال أعمال اللي عايشين في مصر من 40 سنة صحيح يعني صحيح حصل لو ممكن برضو أزود إن الجامعات نفسها الجامعات في كل يعني إحنا النهاردة عندنا جامعات ما تتخيلش بيطلع منها شباب شكري طبعا صيوت ومصورة بجد لو خدت جميع الشباب الفكر بتاع إن أنا صاحب عمل أو أشتغل في شركة ناشئة أصبح حاجة جميلة جدا لإنك بتطلع من كل كل قارية فيها حاجة مختلفة يعني فيه اللي بتاع السمك وفيه اللي بتاع الزراعة والخرون بره التصور بتاع لازم تكون خريج جامعة أجنبية أولية لا لا خالص الستارتوب ده كانوا كاتبين عنه فوربس باعتباره واحد من أهم التاسعة ستارتوبس حصلت في أفريقيا والشرق الأوسط كلهم جامعة اسكندرية يعني فيه دميات والله دميات فيه مش جامعة غالية خالص وشباني ومدأ وعندهم 19 سنة بقدوا بستغرب اللي عندها بقرة كده إزايش معنا أنا مطلعتش عبقاري فهنا هسأل بقى دكتور محمد شادي على المسألة البعض توجس خيفة من كلام دكتور مصطفى مدبولي على مسألة إنه وهنبدأ نشتغل على إعادة تقييم وصول وفي بعضها تم تقييم وبالفعل ويمكن دكتور مدين حتى قبل ما حضراتكم تنورونا قتلنا بالمناسبة هو فيه تقييم بالفعل الأول سبعة ونصف مليار وما إلى ذلك الخيفة الطبيعية بتاعة أي مجتمع وبالذات مجتمع زي بتاعنا يعني يا ما دقت على رأس طبول يقول لك هل يقول لها يحصل هل يقول لها يتباع بالضبط وتتعاملوها يا جماعة فهنا خيئة أفهم منك مسألة إعادة تقييم الأصول وتسيلها يعني إيه طيب أنا هنروح وعي تلك دكتور دين هتقول لنا بيعملوا إبقاء في الصندوق السيادي كلام جدا طب ببساطة خالص كده تخيل حضرتك دلوقتي أنا مثلا وانا عندي 20 سنة أنا قاعد بشتغل بشتغل كده بيجيلي داخل كل شوية الداخل بتاعي ده بجمعه في شوية أصول بشتري عقارات بشتري عرض زراعية بشتري بيت بشتري شوية الدهب وهكذا جيت وانا عندي 45 سنة وأنا معدي الطريقة عربية قواطتني ما أعدتش قادر على الدفع عندي أزمة سيولة دلوقتي أول حاجة بلجأ لها حاجة من الاتنين إما أقترض علشان أعالج نفسي وأمشي الدنيا إما أسيل شوية من الأصول بتوعي دول أسيل شوية من الأصول دول يعني حول الأصول اللي تجمدت معي لحالة السيولة من تاني أرجعها فلوس هو ده اللي يقصد به موضوع التسييل طب هو ده إيه موقفه من الإعراب إيه موقفه من الإعراب من اللي بحصل دلوقتي في البلد إحنا الأزمة اللي المصر عيشها دلوقتي أو الضغط أجنبي يكفي احتياجاتنا لخمس شهور بس المشكلة أن الأزمة إحنا مش عارشها تنتهي إمتى وفي نفس الوقت إراداتنا من النقد الأجنبي متأثرة ومضغوطة بسبب الأزمة العالمية فبالتالي أنا طبيعي جدا أعمل حاجة من الاتنين يا إما أروح أكترد يا إما أسيل جزء من الممتلكات اللي أنا حوشتها في خلال عمر الأمة المصرية كلها أدى الفكرة كلها طيب إحنا دلوقتي في الإكتراض بقى عندنا بريد في الله كده يا جماعة الدين العام بتاعكو بيزيد الإكتراض عمالي يرتفع المؤشر الأحمر الوحيد في مؤشرات لأقصاد المصر كلها هو مؤشر الدين العام حلوك لم؟ طيب أروح بقى للجهة التانية الجهة التانية اللي هو أي أشوف الأصول بتاعت السرواب بتاعتي أشوفها أقيمها وبعها طيب الناس بتقول دلوقتي أنه يا جماعة ده وقت الأصول فيه منقفضة الجنيه قليل العالم كله بيعزف عن الإستثمار أنت لو بيعك الأصول دي هتبيعها بثمان أولي جداinä بس فيه الأصول الأزمة الخريطة ترتفع تمنها يرتفع زي أيه البطر القنيمويات البيته President Who Galy في العالم كله فالأصول دي غالية الأصول بتاعة الغزة الغزة بالغازة في العالم كله فالأصول دي غالية الأصول بتاعة المتعلقة بكل حاجة ديموغرافية في مصر غالية لأن التالب عليها عالي بالتالي الأصول دي للوقتي أنا محتاجها أسيلها علشان أجيب نقد أجنبي يساعدني في الأزمة لاني هنا موجود فيه ده الإطار كله. فهدخل معي شركة. بس هجيب بقى شركة جانب شركة مصريين أي حد قادر إنه هو يساين في أزمة السيولة دلوقتي ومع ذلك هل الأصول دي اتبخرت طارت لأ دي موجودة في أرضي عندي بتشغل الناس وعلى فكرة يمكن تسيلها ده أو ممكن بيعها للقطاعات للسمر يعني القطاع الخاص يزوج كفايتها ويخلي فيه ريكوب قطر عليها وقالت جدا. طيب أنا آخر دقتين في حياتي في هذه الحلقة عايز أختمهم بالدكتور نوفين بالحتة بتاعت دور السندوق السياني بقى في خلال الفترة الجاية. وده إحنا دايما نحطين عليه أمال يعني. طول مرة ما نساعدة معرفة أنه في حاجة في الدولة اسمها السندوق السيادية ففرحنا لما مصر عملت السندوق بتاعه. هو طبعا هو السندوق السيادي بتاع مصر مختلف عن أي سندوق السيادية لأن عادة السندوق السيادي بيكون معاه فلوس. إحنا معنا أصول. فهي الفكرة إنك أنت بتفكر مش مش للمدى القصير. أنت بتفكر للأجيال القادمة. فأنت بتحافظ على الأصول دهية وبتنميها في الفترة اللي جاية. فكل الأصول اللي جاية لنا. أنت مش بتحاول أن أنت بيحها. لأ ده أنت بتحاول أن أنت تستثمرها. تستثمرها بحيث أنها بتدخل فيها حسب نوع ما كل كل. زي مجمع التحرير. زي مجمع. أنت ما بيحتش مجمع التحرير. أنت فعلا أنت إيه. حق انت فايع لمدة خمسين سنة. بس الخمسين سنة دول بقى. أنت حتبقى عملت منه إيه وإيه 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 وإيه. فحيجيب لك إرادة شكله إيه. فهي الفكر إنه كل أصل من الأصول دي هي. ففي طريقة التقييم. في أصول هتبقى جرين فيل زي الهايدرو. بالضبط اللي احنا بنتكلم عليه. دي مدخلة فلوس كتيرة جدا جدا. وبتكلم على حاجة لسه العالم بيبتدي فيها. فدي هتبقى أصول جرين فيل زي ما بيقولوا. ومحتاج أن أنت تنميها بطريقة معينة. في أصول زي مثلا يعني إجزامبل كده. لو أنت الدكتور دوت اللي مصطفى مدبولي النهاردة قال عليه. قال لك لحناخد مثلا كذا قوتيل. والقوتيل ده هنحطه في شركة. وحنعمله مظلة. فأنت بتفتكر النهاردة لما نبص على الأصور اللي عندنا في قلب البلد. بلد. طبعا. في كل حتة. أنت لو عملت بقى قوتيلات زي ما بيقولوا اللي هما ده. زي بتاعت أوروبا. زي بتاعت أوروبا. ده هي بتاخد اللي بتبقى بأرقام فلكية. فأنت عندك أصول رهيبة في قلب البلد. بس هي كيفية استخدامها. وهنا بقى أخل العقليات. والحقيقة هو فريق عمل يعني متجانس. ومن الفكر والحاجة. يعني بجد حاجة الواحد يفخر بيها. أنه دول مصريين. أنا مبسوط جدا بقول حضراتكم النهاردة. ومش عاوز الحلقة تخلص. وقاعد عمال أماطل وأفاصل مع زملائي. بس بعدنا على طول هيبقى فيه يعني برنامجنا الرياضي الشهير رقم 10 مع زميلي يا صديق العزيز كريم الرمزي. فهمضطر أقول لكم يا جماعة نورتونا وشرفتونا. وبشكركم حقيقي على أبوال الدعوالي النهاردة. لأن أنا عارف أنه جاء لكم 9000 تليفون عشان كله عاية. فأنا قلت بس بقى أنا أحاول أبقى أستغل أنكم تحبوني. فعلشان تكونوا موجودين معنا. واستغل أننا في القناة الأولى في تلفزيون الدولة. فتبقى هذه الرسالة طلع من تلفزيون الدولة لعموم المصريين وهو الأهم. نورتونا وشرفتونا دكتور رفين. دكتور محمد شادي. دكتور مصطفى زمزم. نورتونا. ألف شكر لكم. ولن يتوقف الكلام بالمناسبة إلا أنه هنستكمل بكرة كلامنا لدينا الكثير. استنونا دائما في التاسعة. سلامت. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة